بهدف تقديم دعم مالي لسوريا الغارقة في الحرب منذ عشر سنوات وتحسين وضع اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط تنظم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل لدعم سوريا مؤتمر بروكسل لدعم سوريا بنسخته الخامسة الذي يعقد الاثنين يشارك فيه نحو ثمانين وفدا من خمسين دولة بالإضافة لمنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية ووكالات الأمم المتحدة هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمؤتمر قالت في بيان أنه تم عقد المؤتمر الذي سيستمر ليومين عبر تقنية الفيديو بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا مضيفة أن الهدف منه توفير أكثر من عشرة مليارات دولار أربع فاصل اثنان مليارات دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا وخمسة فاصل ثمانية مليارات دولار إضافية لدعم اللاجئين السوريين في الخارج من جهتها أوضحت مفواضية الاتحاد الأوروبي أن مؤتمرات بروكسل كانت فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة واجهود مبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن اثنان وعشرين أربعة وخمسين مشيرة إلى وجود التزامات تقدر ب7.7 مليارات دولار ساهم الاتحاد الأوروبي بثلثي هذا المبلغ وعلى غرار المؤتمرات الأربع الماضية سيكون مؤتمر بروكسل الخامس الفعالية الرئيسية للتعهدات المالية من أجل سوريا والمنطقة وسيتناول في جلساته الوضع الإنساني وموضوع الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالإضافة لإطلاق سراح المعتقلين وملف المفقودين في سوريا